اشتركوا في القناة من برج السرطان لبرج الاسد وبما انه اليوم الجمعة فجمعة مباركة وربنا يتقبل مننا ومنكم الطاعات ويرحم موتانا وموتاكم ويغفرنا ويغفرلكم ويعطينا ويعطيكم من الخير والفضل والعطاء وخير العطاء ان شاء الله تعالى طبعا القمر اليوم موجود في برج الثور في عنا خلوم مسار وزي ما حكينا في عنا انتقال للشمس يعني بدها تركيز شوية الحلقة هاي لانه انتقال الشمس لحاله هاد يعتبر توقعات شهرية اللي هي من 22 7 لغاية 23 8 القمر اليوم موجود في منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح الا للعداء والمشاكل ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد ورح يدل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 وخمس دقائق من ظهر اليوم الجمعة لا ينتقل بعديها لمنزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح الا للاشياء المضرة بما ينفع مثل الاستخراج السموم والاسحار الاعمال والاورام او الخراج او الاشياء هاي وغير هذا فهو من الافضل عدم البدء باي شيء جديد بما ان القمر موجود في برج الثور معناته اليوم برضو منشعر بالحذر اكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وكلما نبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا ماديا وان لا نفكر في اقتراض المال من مصرف او صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار يمكن استئجار او شراء او بيع عقار ما وبرضو هاي فترة مناسبة لقضاء وقت ممتع بالبيت او مع العائلة او جمعها هيك مشاهدة تلفاز او افلام او من هذا القبيل بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عندنا زاويتين بطيئات واحدة اليوم بداية تأثيراتها وهي سريعة يعني مدتها ثلاثة ايام تقريبا هي زاوية تثليث ايجابية بين عطارد وبين المشتري تأثيراتها من اليوم 22 سبعة ولغاية يوم 24 سبعة طبعا هي ذروتها يوم 23 سبعة ساعة 551 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وعادة عند حدوث هذا الاتصال بنتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وهذا الاتصال بزيد من احتمالية السفر والتنقلات والاتصالات لدى البعض اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلمية ما زالت مؤثرة اللي هي بين الشمس وبين بلوتو وتأثيراتها لغاية يعني يوم 23 سبعة ضي لها يوم ولكن بتظل التأثيرات قوية اللي هي بتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين واما دوليا فاحتمالية نثور اعمال عنف ومواجهات الها علاقة بالنيران والمعادن اما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل طبعا اول زاوية هي زاوية اقترا ايجابية بين القمر وبين اورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة 6 و13 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش طبعا هاي تأثيراتها من ساعات الفجر الباثر وبالضل تأثيراتها لساعات العصر هي بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام ساعة 4 و17 دقيقة بعد العصر من واجه مصاعب وعرقيل بتطلب منها ان نبذل جهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوط بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر طبعا تاثيراتها يزاوية من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام ساعة 7 و44 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج تاثيراتها من ساعات الظهر لغاية ساعات منتصف الليل بتعزز الخيال الخصب وبيق والحدث وعليه فانوا اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالة ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل اما بالنسبة للحدث اللي ذكرناه اللي هو انتقال الشمس من برج السرطان لبرج الاسد وهذا الانتقال رح يكون في تمام ساعة 8 و6 دقائق مساء من مساء اليوم الجمعة طبعا 8 و6 دقائق بتوقيت جرينيج انتقاله رح يكون شوي يحدث بعض التغييرات ايه هو رح يضل موجود او الشمس رح يضل موجودة في برج الاسد لغاية صباح يوم 23 ثمانية يعني لغاية الساعة 13 دقيقة من صباح 23 ثمانية عشان هيك بحب احكي لكل موليد برج الاسد اولهم انا طبعا وتانيهم بنت مريم لانه احنا اثنين اسود ولكل موليد برج الاسد كل عام وانتم بكل خير وربنا يعطيكم الخير العظيم والكبير في الايام القادمة ويعوضكم عن الايام اللي راحت وعادة عند وجود الشمس في الاسد بتأثر على جميع الابراج انها بتمنحنا جو من التفاؤل والمرح والكرم وحب للحياة وبيشعروا موليد برج الاسد تدريجيا بتحسن بيطرق على صحتهم وبيستعيدوا ناشاطهم المفقود طبعا زي ما دائما منحكي انتقال الشمس مش من اول يوم بتدخل الشمس على الاسد يجوا موليد شهر ثمانية اه مثلا اه ولولي ما تحسنناش لا هو كل يوم بيجي عيد ميلاد مولود من برج الاسد يعني بداية العام الجديد بالنسبة له وهي ذروة بداية السعادة ونهاية التعب فعشان هيك ما قبل اه تاريخ ميلاد الشخص بظل يشعر بالتعب ولكن مش مثل اه شهر سبعة شهر سبعة كان ضاغط بشكل كبير على موليد برج الاسد نفسيا وصحيا وماليا وإلى مال نهاية ولكن مع دخول الشمس للاسد تدريجيا كل يوم بصير افضل من اليوم اللي قبله لحديث ما يوصل عيد ميلاد اي مولود من برج الاسد طبعا في تأثيرات ايجابية على موليد برج الاسد وبرضو الابراج النارية الاخرى مثل الحمل والقوس وموليد الابراج الهوائية مثل الجوزاء والميزان واقلهم بالحضوض اللي هم موليد برج الدلو وبرضو هاي الشمس بما انها دخلت على بيتها فراح يكون فيها طاقة كبيرة ولكن الزوايا الفلكية زي ما دائما بنحكيه هي اللي بتقيم عنا كديش قوة حضوض الشمس وكديش نحست الشمس عشان هيك بصير اه 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 اللي هي توقعات الادق والاحسن اما اني اول والله انتقلك معناته ايجابية لا في الها سلبيات برضو فعشان هيك بنجد انه الشمس رح تكون ايجابية وخاصة انه في زاوية ما بين الشمس والمشتري زاوية تثليث ايجابية هاي رح تعطيها طاقة عالية جدا فعشان هيك من اليوم اتنين وعشرين ثمانية لغاية يوم ثلاثة ثمانية فالشمس بتكون بكامل طاقتها وايجابية جدا ولكن من يوم اربعة ثمانية بتظهر تاثيرات سلبية للشمس لانها راح تبدأ بتشكيل زوايا سلبية بينها وبين بعض الكواكب الرئيسية الكبيرة وخصوصا انه زاويتين اساسيات هم راح يتشكلوا الاولى راح تكون تربيع سلبية بين الشمس وبين اورانوس اللي موجود في برج الثور وايضا زاوية التقابل السلبية بين الشمس وبين زحل اللي راح يكون لزحل الموجود بالدلو فهدول الزاويتين راح يجو بقوة كبيرة جدا فعشان هيك من بداية يوم اربعة ثمانية ولغاية يوم ثلاثة وعشرين ثمانية هاي فتراء الشمس راح تكون اغلب الوقت فيها منتحسة فعشان هيك بيكون في بعض التحذيرات لالها يعني فيه ايجابية من بداية الشهر لغاية يوم ثلاثة ثمانية وفيه سلبية من اربعة ثمانية الى يوم ثلاثة وعشرين ثمانية طبعا لوجود الشمس في برج الاسد في الها تأثيرات على جميع الامراج عشان هيك راح نحكي ايجابية وسلبية هاي التأثيرات برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيجتازوا موليد برج الحمل فترة ايجابية عاطفيا وماليا طاقة عالية جدا طاقة تجميلية طاقة بالحيوية بالترفيه بالهوايات قوية وعالية جدا وخصوصا زي ما حكينا في فترة سعادة الشمس وممكن للنساء الدخول بالحمل بالفترة هاي ولكن في فترة ما بعد اربعة ثمانية ممكن يصير بعض التوتر في علاقاتكم العاطفية تماس او هيكي سوى تفاهم ما بينك وبين الحبيب في بعض الاوقات ايه وبرضو الزوايا السلبية للشمس ممكن تضر بنجاحك الشخصي يستحسن تجنب المعاملات المالية في الجزء الثاني من انتحاس الشمس برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بينصب اهتمامهم حول تنظيم مصالحهم البيتية العائلية العقارية مناسبات اجتماعات لقاءات عائلية في جو هام اه في نوع من انواع الود وخصوصا في فترة سعادة الشمس اللي هي زي ما حكينا لغاية يوم ثلاثة ثمانية اه في بعض الاحداث العائلية المناسبة جدا ولكن ما بعد هذا التاريخ بصير في نوع من انواع التوتر لقصة او حدث معين عائلي اه بتكون بالفترة هاي اه مجبر على بذل جهود مضاعفة ومستمرة لتحقيق بعض المكاسب اه وخصوصا اه اذا بدك تعتمد على المكاسب في فترة الجزء الثاني من وجود القمر في الشمس في برج الاسد برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بينشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات والدراسة اه وخصوصا اللي هم بالمراحل الابتدائية والثانوية والسفر القصير في اشخاص منكم رح يهتم بشراء سيارة او اجهزة الكترونية برضو تعزيز العلاقة مع الاخوة مع الجيران اللي بيشتغلوا في مجال التسويق او التجارة المحلية بيستفيدوا بشكل قوي نشاط عالي جدا بكون عندكم ولكن من بعد ثلاثة ثمانية بيبلش في نوع من انواع انك انت بتبذر طاقتك باشياء مش مهمة فعشان هيك بدك تعرف انه استغلال طاقتك لازم تكون على الاشياء المهمة والمفيدة لايلك اه بتشعر انه جهودك كلها رايحة على الفاضي اه طبعا لانه مش مركز انت على موضوع معين بتكون اه بيصير فيه نوع من انواع التقلب بالمزاج عندك عالي جدا بتغير توجهاتك اهدافك افكارك اه حتى اعمالك ممكن انك تغيرها فعشان هيك بدك تركز بشكل جيد وتركز على اهدافك بشكل جيد برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا تتاح الفرصة لكم لمكاسب مالية تيجي اغلبها من عمل اضافي او استرداد مال بيعودلكم او بتحصلوا على بعض الدعم او هدية معينة الاوضاع المالية ممتازة جدا وخصوصا لغاية ثلاثة ثمانية من بعد ثلاثة ثمانية اه بزيد طمعك ورغبتك في نيل الارباح باي طريقة ممكنك عشان هيك بدك تسيطر على رغباتك حاول انك تكون يعني شوي هيك صارم بردع النفس من الامارة بالسوء ممكن تتعرض لبعض الصعوبات المالية زي نفقات زيادة مخاسر متطلبات مالية زيادة فواتير او التزامات عالية برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا هم اكثر المستفيدين بما ان الشمس راح تكون موجودة عندهم وزي ما حكينا كل ما بيجي عيد ميلادك او عيد ميلاد مولود من برج الاسد بتبلش سنة الجديدة اه وخصوصا الاستفادة راح تكون على المستوى النفسي على المستوى الصحي اه شعبيتكم بتصير بتزايد عالي جدا بتصيروا مرغوبين اكثر تواصل معكم غير بتبدأوا مرحلة جديدة من حياتكم اه بتدفعكم دفع على الامام لتعويض الفترة الصعبة اللي مرتوا فيها خلال الشهرين الماضيات ولكن اه بعد ثلاثة ثمانية في فترة انتحاسة الشمس شوي ممكن هيك تحدث بعض الامور اللي تضر بمقاومتك الجسدية شوي بتصير اه عندك نوع من انواع الخجل او متردد اه طموحك بقل اه ما هيك فيه تقلبات كثير عندك بتصير وخصوصا انه اه طموحاتك المالية بيصيبها بعض الاضطراب برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بيدخلوا فترة غير مريحة صحيا ونفسيا لانه الشمس راح تصير موجودة بشكل كامل في بيت المتاعب فعشان هيك بدهم ينتبهوا لغذاهم راحتهم صحتهم من بعض التقلبات اه ممكن شوي اه تجد نوع من انواع الصعوبة في التكيف مع محيطك او بحياتك العائلية او ما بينك وبين معارفك لدرجة انه فيه اشخاص ممكن يخرجوا من حياتك يستحسن تجنب النزاعات والخلافات واتخاذ القرارات الحاسمة وقصوصا بعد تاريخ ثلاثة ثمانية طبعا ليش بقولك ابعد عن النزاعات والخلافات لانه بالفترة هاي اعداءك بيكونوا اقوى منك وسهل جدا هم يتفوقوا عليك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتنشطوا بخلال هاي الفترة اجتماعيا وممكن تتعرفوا على اصدقاء جدد او اصدقاء قدامى يرجعوا يظهروا على الساحة مناسبات كثيرة بتكون عندك التزامات اجتماعية عالية جدا ولكن في فترة ما بعد ثلاثة ثمانية بتشعر بنوع من انواع الضغط اللي بيصيبك لانه الشمس بصير تقترب من بيت المتاعب وايضا بتكون منتحسة بصير في نوع من انواع الاضطراب في علاقاتك الاجتماعية وصداقاتك وهذا الشيء ممكن يعرضك لانه منافسات مهنية وهاي فترة غير مناسبة للشراكات برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتدفعوا بمصالحكم في مجال العمل وتدعيم علاقاتكم مع المسؤولين او مركزكم الاجتماعي او التعارف على شخصيات مهمة بالفترة هاي بتقدروا انكوا تحافظوا على سمعتكم مخصوصا لغاية ثلاثة ثمانية بعد ثلاثة ثمانية بتكوا تحافظوا عليها غصب عنكم سمعتكم لانه في كثير من الاحداث اللي ممكن انها تصير شوي تدخلكم بنوع من انواع تشويه السمعة فبتكوا تحافظوا على سمعتكم لا فيما في داعي للمغامرات او المجازفات بتحتاج لبذل جهد اكبر لتخطي وتجاوز العقابات والخلافات اللي ممكن انها توقف في طريق نجاحك وتحقيق طموحاتك وخصوصا مع انتحاسة الشمس برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنشطه بالسفر والاتصالات والدراسة الجامعية اللي هي الدراسات الاكاديمية في منك راح يبدأ باوراق او معاملات هجرة او سفر بعيد لدولة او تعامل مع اجانب خارج البلاد يظهروا بشكل مفاجئ او اجانب حواليكم يظهروا او علاقة عاطفية تبدأ من خلال المؤسسة التعليمية منكو اشخاص راح يهتموا بمتابعة قضية قضائية او اوراق ومعاملات قانونية من تاريخ بعد ثلاثة ثمانية بتكو تتجنبوا الدخول في مشاريع كبيرة اه الا اذا بتدرسوها بشكل جيد وبتستشيروا فيها بكل حيثياتها ممكن تعرف صعوبات في علاقاتك خصوصا مع الغرباء اللي عندهم امتحانات بالفترة اللي بعد ثلاثة ثمانية وخصوصا لامتحانات الجامعية بيحاولون هما يعتمدوا على الحضوض يعتمدوا على جهدهم اكثر من الحظ برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا تتاح الفرصة لمكسب مالي بيجي من تاريخي او شركي او تعويض ولكن انه اه رغم المكاسب هاي والفرصة او الفرص اللي رح تيجي ماليا او ممكن انك تسكر التزامات او بعض الديون اللي لها علاقة بالقروض البنكية ميرات اشياء من هذا القبيل مع الثلاثة ثمانية بتلاقي انه شريكك بالمال او زوجتك الكريمة بتميل او زوجك الكريم بيميل للتبذير لتبذير اموالكم او انه بيحاول انه يحصل من اموالكم بهاي الفترة ورح يصرفها على اشي مش مهم وبرضو ممكن تعرف هاي الفترة اه صعوبات مرتبطة بدين او ارث عشان هيك نقول كلا تكفالوا حد ولا تضمنوا حد وخصوصا اللي هي الكفالات المالية البنكية اه بصير في عندكم نوع من انواع نقص في الحيوية عشان هيك ما تهملوا اي اعراض صحية ممكن تظهر على الساحة عشان هيك يحاولوا انكوا تشيكوا حالكم طبيا برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم او خلال الفترة هاي لغاية ثلاثة ثمانية بتعززوا من شراكاتكم العاطفية والمالية في منكم ممكن يرتبط او يبدأ علاقة عاطفية اتأدي الى الارتباط ولكن في فترة ما بعد ثلاثة ثمانية بصير في اضطرابات في اعلاقاتكم وخصوصا الزوجية او مع الشركاء بسبب انانية الطرف الاخر وهي الشغلة بتسبب مسألة يعني بالنسبة لك بتصير مسألة اعتبارية ذاتية فعشان هيك تدخل بخلافات ونقاشات حدي وهذا الاشي راح لينعكس عليك سلبا حاول قدر الامكان تضبط عصابك وتكون قانوني او تراجع نفسك اكثر من مرة قبل ما تتخذ القرارات كصوصا بعد ثلاثة ثمانية فلانه ممكن تجد صعوبة في اقرار وجهة نظرك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بيتراكم العمل لديكم لانه الشمس راح تدخل بيت الصحة وبيت العمل بتجدوا صعوبة في انجاز الكثير من اعمالكم بهذه الفترة او حتى بتجدوا انه العمل بتراكم مطلوب منكم انجاز كثير من الاعمال ممكن تدخلوا ببعض المشاحنات ما بينكم بين زملاكم او بسبب عمل معين ما بتقدروا تتمموه فتضطروا العمل لساعات اضافية اهم اشي انه موليد برج الحوت ينتبهوا لصحتهم اكثر في خلال فترة وجود الشمس اجمالا في برج الاسد لانه هذا بيت الصحة زي ما حكينا ممكن شوي تشعروا ببعض الوعكات الصحية اللي ممكن اذا حدثت واهملتم مراجعة الطبيب وعلاجها انه تدوم لفترة اه وممكن تعرفوا بعض المتاعب في اعمالكم اليومية نرجع للزوايا الفلكية طبعا في زاوية اخيرة راح تصير هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي راح تكون في تمام الساعة 11.44 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هاي زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة طبعا تاثيرات هاي الزاوية من ساعات العصر تقريبا عصر يوم الجمعة وبتستمر لغاية فجر يوم السب بعد هاي الزاوية الاخيرة بيبدأ عنا خلو المسار اللي راح يستمر من ساعات المساء لغاية صباح يوم السب خلو المسار هذا راح يبدأ يوم الجمعة 22 سبعة في تمام ساعة 11.44 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني قبل منتصف الليل بربع ساعة بتوقيت جرينيتش بيبدأ وبيستمر لغاية زي ما حكينا صباح يوم السبت يعني لغاية الساعة 15 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراشي ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية طبعا العنق الحنجرة الحبال الصوتية الغد الدراقية اللوزتين وتفاحة آدم عشان هيك هاي الأعضاء بتكون توفروا لها العناية الاضافية وبرضو تبعدوا عن العمليات الجراحية اللي تتعلق بهاي الأعضاء هذا اليوم مناسب لعمليات الجراحية التجميلية او الحقن او تجميل باجمالي الامور اه ولكن يعني شوي هذا لا يصلح للقص الشعر العلاجي يصلح لقص الشعر التجميلية والصبغ ويصلح لازالة الشعر الزاد بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره ثلاثة وعشرين يوم في تمام الساعة تسعة واثنين وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بيصبح اربع وعشرين يوم نسبة الاضاءة ثلاثين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم طبعا الشمس الان موعد بث الحلقة مازالت موجودة في السرطان وزي ما حكينا راح تفضل لغاية مساء يوم الجمعة في السرطان بعدين بتنتقل للأسد ورح تمكث في الأسد لغاية يوم ثلاثة وعشرين ثمانية هي الآن سعيدة بنسبة خمسة وثمانين في المية ولكن في ساعات مساء يوم الجمعة بتصير سعيدة بنسبة مية في المية القمر في الثور حتى يوم ثلاثة وعشرين سبعة ممتحس بنسبة تسعين في المية الآن في ساعات الظهر بتنزل نسبة النحوسة لغاية أربعين في المية عطارد في الأسد حتى يوم أربعة ثمانية سعيد بنسبة خمستاش في المية الزهرة في السرطان حتى يوم 11-8 منتحس بنسبة 15% المريغ في الثورة حتى يوم 20-8 منتحس بنسبة 25% المشتري في الحمل حتى يوم 28-7 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلوب يتراجع حتى يوم 23-10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 15% إبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً هذا يوم بيحمل معاه برضو فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتكم وممكن اليوم تعالجوا استحقاق مالي أهم شيء أنكم ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل ابتطمئن خواطركم نوعاً ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء أنكم تتفائلوا وبرضو حاولوا أنكم تقللوا من مصاريفكم وانتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضيعة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الداعم من مركزكم الاجتماعي ابتحسن المعنويات بشكل ملموس وبتنطلقوا في ورشة جديدة أهم شيء أنكم تتشجعوا لمواجهة واقع صعب ممكن تمارسوا إرادة قوية مع اندفاع وحماسة وتنتصر على كثير من الاعتبارات في هذا اليوم إلا أجواء إيجابية ولكن ممكن يتخللها نوع من فقدان الثقة بالنفس أو التقلب المزاجي برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعاً يوم يتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا أنكم تنجزوا ما موسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم أهم شيء أنكم ما توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد هاي فترة فارغة من الحض لأن القمر مازال موجود في بيت المتاعب حاولوا أنكم تحللوا الأمور بهدوء ابتعدوا عن الأضواء ما تقرروا على شيء عشان ما تخيب آمالكم تعتبر هاي الفترة من أسوأ أيام الشهر برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً ابتسعدوا اليوم من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بالتصرفاته أو بالطلباته أهم شيء أنكم ما تبقوا وحيدين لأن الظروف واعدة بتعاطف وتأييد لتحركاتك ابتفرح بدعم جهة ما يعني الأجواء تقريباً الفلكية إيجابية خلال هذا اليوم وبتتحدث عن لقاءات وتعاون متبادل فلازم تكون جاهز ولازم تستغلها برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً اليوم هذا مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبغسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين أهم شيء أنكم ما تتدمروا من كثرة الأعباء والضغوط لأنه شوي الضغوط بتكون كبيرة ولكنها فترة مهمة فعشان هيك لا تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك ممكن اليوم أطلب منك طلب أنك تسيطر على أعصابك حتى لو شعرت بالإنزعاج لأنه المشاكل مش لصالحك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور إلها علاقة بالتعامل مع الأجانب أو السفر أو الاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح واضحة بشكل كبير وبتعود للإمساك بزمام الأمور أي فترة إيجابية جداً بيسهل خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معك وفيها برضو أفكار لا سفر خلال الفترة القادمة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اليوم هذا بيحمل مع فرص لمكسب مالي الوصلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حاولوا أنك تسارعوا لتهدئة الخواطر وترتيب الأوضاع ممكن تتخلى عن مطلب أو عن خطوة معينة أهم مش أنك تتصرف بدون تباطؤ لتصحيح الأوضاع وإعادة بعض الأمور لنصابها في منك أشخاص رح ينشغلوا بمعاملات أو أوراق أو شيء مهم خلال هذا اليوم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن زي ما حكينا أنه القمر موجود مقابلكم تماما بساعدكم على تعزيز علاقاتكم بشركائكم شركاء المال أو العاطفة ولكن بك تتجنب الإنفعالات اللي ممكن تخفي وراها عداوي لا سيما مع الإدارات والمسؤولين وبحضرك من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنك رح تكون خاسر لأنه خصمك قوي وشرس خلال هذا اليوم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس رغم تراكم العمل إلا إنكوا قادرون على إنجاز حصة الأسد منه تقدروا تنظموا جدوى الغذاءكم وتأخذوا قسط كافي من الراحة من وقت لآخر أهم شيء أنكم تلتهوا بالقشور ومن المستحسن أنكم تبدأوا بعملكم باكر إذا أردتم نتائج مرضية فترة مثمرة وسعيدة ممكن تتلقوا نتائج لوجهود سابقة بالنسبة لكم وتنطلقوا في مرحلة جديدة برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا اليوم بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبرضو بوسعكم ممارسة نشاط فني أهم شيء أنكم تترددوا في التعبير أو توضيح وجهة نظركم وخصوصا اتعبروا عن عواطفكم حاولوا تكريس مزيد من الوقت لأحباكم ابتنموا بعض العلاقات وبتزدهر في مثل هذا اليوم لكن لا تسمح لشؤونك الشخصية بالتأثير عليه فترة ممتازة جدا فلازم تتحرك فالحض حليفك وداعم لإلك ولكن ما تتخذ قرارات حاسمة لانتحاسة القمر طبعا برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم تعزيز الروابط العائلية بإمكانكم اليوم أنك تنشغلوا بمسائل عائلية أهم شيء أنكم ما تتركوا أي شخص يحبط طموحاتكم أو يتدخل في شؤونكم بدكوا تحاذروا الخلافات وحاولوا أنكم ما تضخموا الأمور بتبدوا مرهفين الإحساس ومتوترين بسبب قلق ما برضو هذا اليوم بيحمل سفر للبعض أو ارتباط أو في بعض موليد برج الدلو بحاجة للرقابة الصحية أو مراجعات طبية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات وهذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع الإخوين مع الجيران وبرضو بإمكانكم تحافظوا يعني على الموضوعية والهدوء والرصاني أثناء تعاملكم مع الغير حاول أنك تحصن نفسك بالمعنويات المرتفعة بتكون تنقلاتك مهمة وبتتمتع بسرعة خاطر وقوة بالأفكار والأعذار وبتتمتع بنشاط عالي جدا وحماسي مرتفعة ومنقطعة النظير عشان هيك هذا يوم مميز بالنسبة لإلكم لازم تستغلوه بكامل طاقتكم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر